وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَارِدَيْنِ إِحْسَانًا الله سبحانه وتعالى هنا قرن عبادته أو قرن الأمر بعبادته وحده ببر الوالدين وهذا يدل على عظم المنزلة وهذا الأمر لم يذكر فقط في سورة الإسراء وإنما ورد في أكثر من سورة ومنها سورة لقمان كما ورد في سورة العنكبوت وأيضاً يذكر ربما في سورة الأحقاف وهذا الأمر كثير من الناس يغفل أن ينشئ عليه أبنائه وابناته منذ الصغر أنا أذكر عندما كنا أطفالاً كانت والدتي رحمه الله توزع علينا مهام البيت وكنا نستثقل ذلك خاصةً إذا كانت المهمة هي تكنيس الحوش فما في أسهل من أن يقول المرء أف علي الحوش اليوم بعدين لما وعينا وأقدم بنا السن أدركنا أن حتى كلمة أف هذه كبيرة جداً حسب ما ورد في هذه الآية كبيرة إذا ذكرت في حق الوالدين طبعاً وكلمة أف يعني ليس المراد الكلمة بحد ذاتها إنما المراد هذا التذمر الذي دلت عليه كلمة أف فلو فعل أي شيء يدل على هذا التذمر فكان بحكم كلمة أف فمن باب أولى لو فعل شيء أعظم من ذلك كما هو مشهور ذاك الرجل الذي ضرب أحد والديه فلما قالوا له ولا تقل لهما أف قال أنا لم أقل أف أنا ضربتهما فقط صيبة أنا استوقفني في هذه الآيات السياق الذي وردت فيه هذه الآيات وردت في سورة الإسراء سورة الإسراء عموما جاءت لرسم المنهج منهج المسلمين في الأزمات وعند نزول الأزمات ولا سيما الأزمات المتعلقة بمقدساتهم واليوم المتعلقة ببيت المقدس ومتعلقة بعموم ما يقع فيه المسلمون الخروج من الأزمات في سورة الإسراء يعني جلي واضح فجاءت سورة الإسراء في البداية للحديث عن إفساد بني إسرائيل بعد إفساد بني إسرائيل مباشرة جاء الحديث عن القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ثم بعد ذلك جاء الحديث عن المجتمع وهناك الحديث عن آيات المجتمع المتعلقة بالتعامل مع الآخر المتعلقة بالإنفاق المتعلقة بالتراف يعني آيات متعلقة بعموم حال المجتمع وهي تبدأ بالتوحيد ثم بر الوالدين ثم جاء الحديث عن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا هذا يدلنا على أن الخروج أو مواجهة الإفساد والخروج من الأزمات يكون بعدة أنواع من الصلاح أولا صلاح المنهج فدل وتحدث في ذلك عن القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى ثم صلاح المجتمع ثم صلاح الأسرة فصلاح الأسرة رقن أساسي من أركان مواجهة الأزمات ومن أركان مواجهة الإفساد عند حلول الفتن والمحن التي تقع بالأمة هناك ملمح مهم في الآيات بشكل عام التي تتحدث عن بر الوالدين وهو أن الأمر ببر الوالدين يأتي دائما بعد الأمر بتوحيد الله والنهي عن اشترك به ودد لالة على ما يحتله بر الوالدين من مكانة عظيمة وسامية في الآيات سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مزموما مخزولا وقضى ربك وفي آيات سورة لقمان نفس الشيء في وصايا لقمان يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظرم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه والآيات بصراحة كل الآيات ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وه وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف فده دل وبعدين آية سورة الإسراء اللظ الذي استخدمه القرآن الكريم لفظ قوي وقضى قضى ربك من الذي يقضي طبعا عندنا في أصول الفقه هناك فرق بين القضاء والفتوى الفتوى أمر غير ملزم للمستفتي ممكن يستفتي علما آخر والقضاء ملزم من الذي يقضي هنا؟ الله سبحانه وتعالى وقضى قضاء إلهي لا يجوز طبعا كل أوامر الله ونواهيه لا يجوز المناقشة فيها ولا السؤال يعني الاعتراض على الله فيها أو ذلك يعني هذه شبيهة بالاستفتاح اللي حصل في سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها صحيح يعني بالإلزام والتأكيد عليه صحيح فمن هذا الذي يستطيع أن يرد قضاء الرب سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه برضو أمر بالعبادة قبلها نهي عن الشرك وده فيه تخلية وبعدها أمر بالتوحيد وبالعبادة لله سبحانه وتعالى وإفراده بها وهذه تحلية ثم بعد التخلية من الشرك والتحلية بالتوحيد يأتي مباشرة أول بوابة تدخل إليها بعد شهادة أن لا إله الله وأنه محمد رسول الله هي بر الوالدين ولذلك المم محمد الطهر بن عشر يقول وهذا هو الأصل الثاني في الشريعة الإسلامية لهو بر الوالدين استقراءوا للآيات مش الأصل الثاني يعني مصادر التشريع لا الأصل الثاني في السلوك والآداب وبناء المجتمع بعد التوحيد وعمارة الإسلام بعد التوحيد بندخل على بوابة بر الوالدين مباشرة هكذا قال ظهر بن عشر سلام هذا فهم عجيب جميل كلام الطهر بن عشر أيضا في الآيات الله عز وجل قال وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ لم يرد أن الله تعالى أمر الإنسان أن يذل لمخلوق إلا لوالدين حتى في آية الحديث عن المؤمنين ماذا قال أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين ولم يقل أذلة للمؤمنين بينما هنا قال وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فهناك ذلة علو يعني تواضع ليس فيه معنى الزل بينما هنا أمر بالزل وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ لم يأمر الله تبارك وتعالى الإنسان المسلم أن يذل لمخلوق إلا لوالديه وأن يكون ذليلا أمام مخلوق إلا أمام والديه وذله لوالديه مضرب أو معنى من معاني العزة الحقيقية الإنسان إذا رأى نفسه عزيزا أمام والديه فإنه يكون ذليلا أمام الخلق وذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى هناك معنى آخر مهم جدا في الحديث عن بر الوالدين هو لم يتحدث عن طاعة الوالدين دائما يأتي المعنى ببر الوالدين البر شيء غير الطاعة طاعة مشروطة البر هو الإحسان والإحسان يعني بمعنى الطاعة مشروطة وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما يعني بمعنى حتى عندما يجاهدك على أن تكفر بالله ليس مطلوبا بل مأمور أن لا تطيع ولكن مأمور بالبر وصاحبهما في الدنيا معروفة حتى وإن أمرك بالشرك بالله تبارك وتعالى يحرم عليك أن تطيعهما ولكن يجب عليك أن تبرهما هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص صحيح رضي الله عنه وأرضاه وسعد كان من أبر الناس بأمه وكان يضرب به المثل ببر أمه فلما أسلم وكانت أمه لا تزال على الشرك حلفت أن لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا تعمل إضراب أيوك وهذا أول إضراب عن الطعام سجل في كتب العرب أن لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى تموت من الجوع والعطش فتسبه العرب لأنها كانت سببا هي كانت من بره بها تراهن على أنه سيغير فينا تراهن مضرب البر فكان كل يوم يأتي إليها يتذلل إليها يا أمه كلي يا أمه كلي يا أمه كلي وهي تأبى تقول لا أكل حتى تكفر ويقول لها يا أمه كلي لا أكل حتى تكفر ودخل عليها يوما وقد أجهدها الجوع والعطش فأغمي عليها فنضح في وجهها الماء رش في وجهها الماء فأفاقت قال يا أمه كلي قالت لا أكل وأموت فتسبك العرب أنك قتلتني من الجوع قال يا أمه والذي نفسه محمد بيده لو أن لك مئة نفس فرجت أمامي نفسا نفسا على أن أترك دين محمد ما تركت فكلي أو دعي يا أمه كلي فرأت أنها أمام يعني جبل لا يمكن أن يفرجع فرجعت وأكلت هنا تأتي القضية أن بر الوالدين لا يعني طاعتهما في المعصية وأيضا عدم طاعتهما في المعصية لا يعني الإساءة لهما بل يعني وصاحبهما في الدنيا معروفا لم يؤمر الإنسان أن يصاحب أحدا معروفا في الدنيا يأمره بالكفر إلا والديه تعرف قرأنا قصص وحكاية كثيرة عن أشخاص اعتنقوا الإسلام في بيئاتهم ومعظمها في الغرب فلما أسلم حسرت معاملاته لوالديه وفي الأغلب لأمه في كثير من القصص هي الأم فلما أمه شعرت بهذا التحسن الذي طرأ على معاملته بسبب دينه الجديد أسلمت هي أيضا إلا أنه مثل هذا الحظ طبعا كثير من الناس يبرون يعني والديهم مسلمين وغير مسلمين لأنه هذا في الفطرة لكن أن يكون هذا تعبد جزء من شريعة المر لا يوجد إلا في الإسلام تقريبا لذلك جاء فيما توقع من الحكم في قوله سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا جاءت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا مُستفادا من هدي التوحيد أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ لذلك هنا أشير إلى نقطة بحكم أنا مختص بعلم القراءات الأفضل هنا أن يقف الإنسان أثناء القراءة القرآنية وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ يَقِفُنَا ثُمَّ يَبْدَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لأن إحسان كما تعلمون مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره وأحسن بالوالدين إحسانا لأن كثير من الناس يتوهم يقول لك لاحظ رب العالمين قرن عبادته ببر الوالدين والعوام تخلط يعني فلذلك كما تفضلتم التوحيد هو مسألة قناعات وليست مسألة عواطف بر الوالدين شيء والتوحيد شيء آخر وقد ابتلي كثير من الناس والأبناء في هذا الزمان بهذه المسألة الآن في هذا الزمان الحمد لله يعني نلحظ وجود وعي منتشر بين الجيل القادم بين الأبناء بين الصغار ربما يخالفون أهواء الكثير من الكبار ومن لكن بر الوالدين اللي في الآية هذه وفي الآيات الأخرى ليس مجرد عاطفة هو كما سمعنا صحيح وأمر إلهي فأصبح جزءا من شريعتنا قضاء لذلك لم يأمر لاحظ في القرآن الكريم الله عز وجل لم يأمر الآباء ببر أبنائهم لم يأمر الآباء ببر أبنائهم بينما أمر الأبناء ببر أبائهم ليش؟ لأن بر أي الإحسان من الأب لولده فطرة بينما الإحسان من البر من الولد لأبيه تكليف فعندما أمر الله عز وجل به حوله إلى حالة تكليف وقضى أيضا أنا أعتقد أن تقدير الآية قضى ربك أن لا تعبد قبل التقدير في النقطة السابقة هذه أن الإنسان بفطرته دائما وبتوجيه الله سبحانه وتعالى وإرادته البقاء لهذه الحياة والاستمرار الإنسان دائما يهتم بما هو قادم يدفع لأولاده وأحفاده ويحوطهم ويرعاهم وربما ينسى الماضي فالإنسان يهتم بمن يخلفهم لا بمن خلفهم لا بمن خلفوه يعني ولذلك يلفت أو يلفت النظر دائما القرآن الكريم والسنة النبوية بالأمر ببر الوالدين لأنه كما قال الشيخ محمد إن الإنسان بر الأبناء طبعا هناك آداب وهناك أوامر من الإسلام للآباء بشأن أبنائهم للتربية لا شيء متعلق بتربية ولكن البر والإحسان لم يأمر به البر والإحسان ليس مأمورا به بشكل واضح كما هو الحال بأمر الأبناء ببر الآباء والأمهات ولذلك هذا المعنى الكبير في الإسلام بر البر الوالدين له هدفان يحققهم الهدف الأول هدف نفساني وهو معنى الشكر الشكر والوفاء والعرفان لمن ربوه ولمن خلفوه والتخلق بأخلاق باسم الله سبحانه وتعالى الشكر فهذه كلها معاني روحية نفسية والهدف الثاني هو هدف عمراني وهو أن تتماسك الأسر ويتماسك الحال مع السابق والحال مع اللاحق واللاحق مع الحال والسابق فيحدث نوع من التشابك والتشابك العلاقات ويحدث قوة في نسيق المجتمع وهذا مما منى الله به علينا نحن المسلمين مما لم يتوفر في بلاد أخرى التي فيها التحلل والتفسخ وبراءة الأبناء من الآباء وتخلي الآباء عن الأبناء هذا ليس عندنا في أشتريع الإسلام أنا أظن أنه إذا ذهب الوازع الديني من حياة الناس لا يمكن تعويض ما يلزم به الأبناء ببر أبائهم الآن مثلاً خذ المنظومة الغربية التي ناضلت من أجل أن تصل إلى مواصلة إليهم تخلصاً من الطغيان الذي ساد في مجتمعاتهم الآن الحياة الاجتماعية هي الضحية في ذلك ليه؟ لأنه صار الإنسان إذا وصل عمره 16 سنة 17 سنة يستقل بحياته لا والداء ملزمان به ولا هو ملزم بهما وكثير من الناس من اللحظة التي يستقل فيها عن عائلته لا يذكر والدي إلا في الأعياد ببطاقة يرسلها إليهما مأساة حقيقية وممكن يبعثها للملاجئ أوه طبعاً الملاجئ تمتشر لهذا السبب والكبار ولذلك القرآن الكريم هنا في لفظه الواضح إما يبلغنا عندك عندك عندها هنا عند الأبناء وليست في ضر المسنين ولا عندك الكبر أحدهم أو كلهم ولا ضر العجزة لابد أن تكون المرحلة الأخيرة للآباء والأمهات عند الأبناء ليحظوا بالرعاية وبالعناية وبكل شيء وحتى في اللفظ القرآني هنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا كريم دي فيها وفاء لقاء ما تعبوا لقاء ما تعبوا وما قدموا من جهدهم ومن مالهم ومن زواتهم الحبة النبتة لما تنبت من الحبة الحبة بتفنى من أجل أن تنبت النبتة والكتكوت داخل البيضة بيستهلك كل ما في البيضة حتى لا يتبقى منها إلا للقشر فإذا آذن القدر بخروج هذا الفرخ تكسرت البيضة وخرج منها الفرخ ولذلك الآباء والأمهات يبذلون كل ما عندهم وهم في حالة سعادة تام فلا ينبغي للإنسان عند كبر الوالدين إلا أن يقول القول الكريم كلمة الكريم هذه كلمة جميلة جدا كريم في المشاعر كريم في الألفاظ كريم يغمر الأب والأم بالألفاظ الكريمة وألفاظ الحب والوفاء والعرفان لكي لا يشعر الأب أو الأم بأي حرق ولا بأي ثقل منهما على الإبن بل يشعران بالتكريم كريمة هنا جاي من الكرامة من الكرامة أيوة ليس من الكرام وإنما قولا كريما أن يكرمه ما يجعل لهما كرامة فيه أنا بدأ أرجع إلى أيوة إلى ما قاله الدكتور قبل قليل أنه وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ أَحْسَانًا أنا أعتقد أن تقدير الآية ليس وأحسن تقدير الآية هي وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ أَحْسَانًا أي أنه معطوف على قضاء الله تبارك وتعالى هو ضرب من الأمر الذي يشبه الأمر بعبادة التوحيد وهذا لا يعني الاقتران بين المساوات بين توحيد الله تبارك وتعالى وبين بر الوالدين في أن بر الوالدين هو ضرب من ضروب التوحيد ولكنه عندما يأتي معطوفا عليه يدل على عظم مكانته وأنه مقترن به اقتران أهمية لاقتران مساواة فهذا أنا أعتقد أنه زيادة في الأهمية وزيادة في التجديد في قضية بر الوالدين ثم منظر إلى تصوير البديع في القرآن الكريم قال وَخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ يُشبه هذا الإبن بأنه طائر يحوط أهله ووالديه برعايته ويقول اخفض لهم جناح الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ أي أن الإنسان إذا بلغ والده الكبر السنة الكبيرة فإنهما أحوج ما يكونان إلى الذُّلَّهما والرَّحْمَةِ بِهِما فهذا مهم جدا أن الوالدان وهذه مهمة أن الإنسان عندما يكون في حاجة عندما يكون صغيرا وهو المحتاج لوالديه الله عز وجل لم يأمرهما بأن يرحماه لأن فطرة الإنسان أن يرحم الطفل الصغير ويرحم الإبن كلما كان صغيرا بل ويلهف قلبه عليه ولكن القضية اليوم أنه كثير من الناس يتذمر إذا بلغ والده سناً معيناً لا يستطيعان القيام بشؤونهما لا يستطيعان القيام بحاجاتهما فهو يجد ذلك ثقيلاً على نفسه ثقيلاً على قلبه وقد يعني يصل والده إلى مرحلة أنهما لا يعلمان شيئاً مرحلة من الكبر لا يعلمان من بعد علم شيئاً ومع ذلك هذا لا يبيح له على الإطلاق لا أن يقول أف ولا أن ينهرهما يعني أن يعبس بوجههما أو يقول قولاً غير لائق لهما من هنا قلنا أن بر الوالدين ليس مجرد عاطفة وليس لقاء ما يقدمه الوالدين بل بر الوالدين هو عبادة عبادة الإبن عبادة الإبن تجاه والدي أن يبرهما رب سائل يعني يورد هذا الإشكال يقول أنا والدي لم يبراني أنا والدي لم يحسن إلي لم يربياني نقول له عليك أن تبرهما أن تبرهما فبر الوالدين لو أنه ناتج عن عاطفة كان مفروض توقفت المصالح أنا الآن في مرحلة لا أستفيد شيء من والدي فلا أبرهما فلذلك كان بر الوالدين هو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك ابتدأت آية الكريمة بمعنى التوحيد يعني أن كل أفعالنا نقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى من الملامح الرائعة التي قالها الفقهاء حقيقة أن الإنسان إذا كان يصلي صلاة نافلة أو صلاة السنة الراتبة وناداه أحد والدين فلا يتم صلاته يقطع صلاة فورا ويجيبهما فالأصل أن لا يكمل الصلاة بل يقطع صلاته في النافلة طبعا آه في النافلة يقول أن يصلي صلاة نافلة أو صلاة سنة الراتبة هذا الأمر الإلهي وهو وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبلوالدين إحسانا هذا الأمر الإلهي يمكن أن نفهم منه أنه صمام أمان لما يمكن أن يحصل معنا عندما يبلغ والدانا الكبر يعني يبدأ الإنسان يتذمر يبدأ يتثقل يبدأ يبحث عن طرق ليتخفف من عبء والديه ويبدو أن هذه سنة الله في الخلق يعني الله سبحانه وتعالى لم يجبلنا على أن نظل بفطرتنا ملازمين لوالدينا إلى أن مثلا يأتي قدر الله يأتي التذكير لأن الإنسان ينزع إلى الرغبة في التخفف من ذلك الأمر وحتحصل مصيبة لو لم يصبح ذلك أمرا من أوامر ديننا وشريعا نلتزم بها كان حيصير دمار رهائل على المجتمع وأنا أعتقد أنه جيد أن نلمح الفرق في الأسر بين أسرنا وبين الأسر التي ليس عندها الوازع الدين الأسر الغربي التي تعتمد على مبدأ المصالح التي ليس عندها الوازع الدين يشوفوا وين في بيت عجزة وين في بيت ويقومون بحالة بروتوكولية أنه كل سنة يذهب ببطاقة أو وردة ويقدمها لها بينما المرأة في بلادنا كلما كبر سنها كلما صارت حالة احتفاء تصبح سيدة صار وجوب الإكرام يعرع إليها الجميع يعرع الأبناء والأحفاد تصبح المستشارة الكبيرة في الأسرة وتصبح المرجع الأول في هذه الأسرة وهذا حقيقة من ضروب التكريم الحقيقية التي نعيشها في واقع مرة صار جدل كنت موجوداً حول تكريم الإسلام للمرأة ودور المرأة في الإسلام فأنا خطرت ببالي فكرة أن المرأة في المجتمعات المسلمة الملتزمة أكثر نفوذاً من أي مجتمع آخر صحيح هي لها نفوذ كابنة تتدلل على والدها وتطلب وتتمنى فيستجيب لها حباً وكرامة وهي نافذة كزوجة أيضاً إذا كان زوجها يحبها ويودها فهي مستجابة طلباتها للأغلب وهي نافذة كأم لسبب هذه الأحكام التي تلزم الأبناء ببرها وهي نافذة كجدة وكعمة وكخالة المرأة عندنا في مجمل أوضاعها بما اجتمع لدينا من عرف ومن شرع لديها نفوذ لا يقارن في أي مجتمع آخر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى والشرع يشتريب بشكل عام حفى الأمر ببر الوالدين بتحبيبات وبمثوبات وبأجور وده برضو جزء بالإضافة إلى أن نتعبد ونتعبد الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وننفذ قضاءه وحكمه هو سبحانه وتعالى خبير بمن خلق ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير يعلم أن هذا ربما يسخل على الإنسان والإنسان منصرف لحياته والأولاد ولأحفاده وكذا وينسى الماضي فالله سبحانه وتعالى بالإضافة لأنه أعلى المرتبة المنزلة وجعلها بعد العبادة وعدم الشرك مباشرة ثم جعله قضاء وقضى ربك وأمر إلهي حفه بتحبيبات لكي يتحبب هذا الأمر إلى نفوس العباد والمكلفين فيجعل دعوة الوالد مستقابة ويجعل لهما بابا في الجنة فلا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا إذا رضي الوالدان طبعا ما لم يكن في معصية يعني وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات وإن كان في الحديث مقال لكن الواحد تلزم قدميها فإن الجنة فثم الجنة صحيح لكن من تجارب نحن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات ضعيف فيه كلام يعني لكن معناه صحيح وهناك حديث أخر صحيح وهناك أكثر من رواية له هناك أكثر من رواية هناك إلزم قدميها فثم الجنة نعم نحن من تجاربنا كلنا في الحياة نحن اللي عادلين هنا في الستوديو وكل من يشاهدنا الآن وبعد الآن نرى في حياتنا وفي أنفسنا أنه لا يفلح من يعق والدي في حياته دائما من الأبواب مغلقة أمام مصالحه لا تقضى أمره معطلة تجارته تفشل لا يمكن أبدا أن يكتب الله تعالى التوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا قبل الآخرة لإنسان يعق والدي ولذلك أنا أستغرب جدا من بنت أو من ولد يعني يغلظ القول لوالدي ويعامل والديه معاملة سيئة بالمنطقة وبالإنسانية بعيدا عن أوامر الله وعن القضاء الإلهي وعن كذا وكذا يا أخي ألم يحسن إليك هؤلاء ألم تحملك الأمة تسعة أشهر وربنا أل حملته أمه وهنا على وه هي أصلا المرأة ضعيفة بنية المرأة ضعيفة ليست كبنية الرجل وعظمها ليس كعظم الرجل ابن تيمية سماه وضم النساء لحم على وضم وليس عظما كالرجل الرجل له عظم خاص عشان يجاهد في الحياة ويعني يعمل ويجلب الرزق وكذا فهذا الوهن الحمل نفسه وهن الجنين بيأخذ من غزاء الأمة من كالسيا من الأمة من عظامها من كل شيء فيها من روحها تسهر وتتعب وبعد ذلك أنت يبقى النتيجة أن هذا العقوق هذا الكلام القاسي هذا التأفيف هذا التضجر هذه الألفاظ النابية أي إنسانية أي عقل أي منطق أي وفاء أي أخلاق إنسانية أساسية بعيدا عن الأديان أمر أمر بشع جدا حينما يعني لا يتصور أصلا أن يعقى إنسان والدي ألا تذكرت الآن قصة حكى ليها قريب لي كان عنده دكان وكان يأتي رجل مسن ويجلس عنده في الدكان ومر جاء ابن هذا الرجل وعنفه ما كاد يضربه أو ضربه صعق هذا القريبي صعق من هذا المنظر لما ذهب الابن العاق الأب يقول لقد ضربت أبي من قبل هذا هو الله يعاقبني على ما فعله أنا يستوقفني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه رغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة رغم شف العبارة رغم أنف رجل طبعا هو الحديث رغم أنف رجل رغم أنف رجل رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له ورغم أنف رجل رغم أنف رجل رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخله الجنة الرغم الأنف هو مصدر عزة عند العرب والرغام في اللغة هو يعني ما تخرجه الناقة فكانوا إذا أرادوا أن يذلوا رجلا يضع أنفه في الرغام فيقول رغم أنفه هذا أبشع عنواع الزل والإهانة الله عز وجل يقول ذل وأهين من أدرك أحد أبويه أو كلاهما ولم يدخله الجنة أي ذل وأي مهانة أكبر من أن تدرك أحد والديك ولم يدخلك الجنة أنا حقيقة أتوقف كثيرا عنده أن بر الوالدين يعني ليس يعني أحنا اليوم حتى بنتكلم عن أنه بر الوالدين هو فقط أن يحسن الإنسان إلى والديه الإسلام جعل الأمر أكبر من ذلك بل جعل أن يحسن الرجل إلى من يحبه والده من تحبه أمه من تحبه أمه جعل ذلك من برهم فإذا كان وجعل البر كمان بعد الوفاء آه ما هو جعل البر بعد الوفاء يعني أنا بتخيل النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إن من أبر البر أن تصل ود أبيك يعني الذين كان يحبهم والدك إذا مات أن تذهب تزور فلان وتزور فلان أن تصلهم لأنه كان يحبهم فكيف سيكون إذن الصلة له في حياته كم الإنسان عنده فرصة ووالده ما زال على قيد الحياة لأنه لما يتوفوا ضاعت الفرصة يعني هو صح ممكن يستمر في وديهما بطرق لكن ليس كما كان الوضع عليه أثناء حياتهما الحقيقة كل من ما زال والده على قيد الحياة عليه أن يقتنم الفرصة لأنه حيجي يوم يفقدهم ساعة الفقد بيشعر الإنسان أنه أصبح في العراق هو اليتم الحقيقي هذا حتى لو كان الإنسان عنده خمسين ستين سنة وابوها أو أم توفيت أو توفية كلاهما يشعر الإنسان أن أصله قد قطع يشعر بأنه أصبح يعني يظل المرء طفلا حتى يموت أبوا فإذا مات شاب وهرم على الأقل سحبت من يده ورقة فرصة لإضافة رصيد كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى لذلك ورد في الأثر وإن كان ضعيفا أن إذا ماتت أم العبدي نادى الله تعالى عبدي مات من كنا نكرمك لأجله فعمل لنفسك عملا نكرمك بيه في البيوت تحصل مشكلات كثيرة جدا وخصوصا إذا كانت عائلات كبيرة كما عندنا في ريف مصر بيبقى الأبناء يتزوجوا ويقيموا مع الآباء والأمهات في البيوت فتحدث نزاعات بين الزوجة وبين حماتها فتيجل الإبن فتشكو له زوجته فتحدث مشكلات في صدره وتغيره نحو أمه فهنا في اختبار حقيقي للزوج هل يعلي قدر زوجته على قدر أمه ولا يعلي قدر أمه على قدر زوجته ولا سيوازن بحكمة وبعقلانية بين الاثنين طبعا ممنوع منعا باتا لأي ابن يقيم وهو متزوج مع والديه ويتغير صدره على أمه مهما فعلت أبدا يستطيع الرجل بحكمته والزوج بعقلانيته وبخبرته في الحياة التي تستوعب يعني طبائع النساء ومثل هذه الظروف أن يرضي أمه وأن يرضي زوجته والطرق والوسائل كثيرة لا تنتهي بالكلمات الطيبة بعدين كما أشر الشيخ محمد قبل قليل أن الجناح يعني ربنا هنا دي استعارة مكنية كما يسميها البلاغيون واخفض لهما جناح الزل شبه الزل له جناح ويخفض هذا الجناح هل الجناح هذا معمول عشان الانخفاض؟ هو معمول عشان الطيران والعلو والأن ينهض بالطائر إلى التحليق في الفضاءات ولكن واخفض لهم اخفض لهم هذا الجناح فممنوع منعا باتا بقضاء الله وبأمر الله وبأنه أصل التاني من أصول الشريعة أن يوجه الإبن كلمة سوء أو كلمة فيها أي خدش لحياة أو شعور للأم بسبب زوجته مهما كانت زوجته على حق لكن ليس معنى ذلك أن يظلم الزوجة أنت ذكرت أنت التوازن والحكمة والتوازن والحكمة تختضي أن يعطي لكل ذي حق حقه بالضبط يعني هو لماذا يعطي زوجته من حق أمه أو يعطي أمه من حق زوجته صحيح والخلل بيحصل عادة لما يفقد الحكمة والتوازن بالضبط والدافع هو الامتثال لأمر الله وليس الدافع هو العاطفة يعني إذا أنا أحببت فلان أو خلص في أحكام شرعية لا بد أن تطبق ولذلك وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه باقي الأحكام الجزئية راجعة إلى الأصل وهو عبادة الله أنا أعبد الله سبحانه وتعالى في بري لوالدي أكثر ما استغربه حقا هي أن تدخل اليوم المحاكم محاكم الأحوال الشخصية في البلاد العربية والبلاد الإسلامية فتجد قضايا مرفوعة من آباء وأمهات على أولادهم أصيبهم لأجل نفقة أو لأجل غيرها أنا أستغرب أصلا أن ينظر القضاة في هذه القضايا وأستغرب أن يأت وهي للأسف اليوم قضايا بالآلاف أن يأتي رجل فيرفع دعوة قضائية أو إمرأة ترفع دعوة قضائية على ولدها مطالبة إياه بأن ينفق عليها ارجع إلى الأصل يا شيخ محمد تجد أن أصلا الوالدين أو الوالد أو الولد غير ملتزم حتما إنسان ملتزم بدين الله حتما من يفعل هذا أنا لست مع أن نحمل الآباء هذه المسؤولية الله عز وجل قال لو كان كافرين وأنجاه هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني الرجل لو كان مشركا وكافرا ويأمر ولده بالكفر لا يجوز على الإطلاق أن يحيج ولده إلى أن يطالبه بالنفقة الآن إنفاق الوالد على والديه أعتبر أن الإنفاق الواجب طبعا لما لا يجي لما لا يكون عندهم مورد آخر لذلك شو عندك عندك هنا بتشمل كل هذا تشمل الرعاية المدية والمعرفة عندما قال الفقهاء في قضية الزكاة ماذا قالوا أن الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للفروع يعني لا تعطى الزكاة لا يجوز أن يعطي الرجل زكاة ماله لأنه منزم بالإنفاق أصلا لا يجوز أن يعطي الرجل زكاة ماله لأبيه وأمه وأدقق للأبي والأم ومفهوم الأب والأم هذا يحتاج إلى تحرير الأب في اللغة وفي الشرع قال الأب هو من ولدك أو ولد من ولدك والأم هي من ولدتك أو بولدت من ولدتك يعني الأب والجد والأم والجدة هذا كل الجد أب والأم جدة والجدة أم أيضا يعني كلهم وجوب البر لهم واحد ولذلك قال الفقهاء أن الزكاة لا تجوز أن يعطوا منها لا يجوز أن يعطي الرجل زكاة ماله لأبيه ولأمه ولجده ولجدته لماذا؟ لأن فيه معنيان أولا لا يليق لا يليق أن يتعامل الرجل مع والديه بمنطق الزكاة لا يليق أن يتعامل مع أبيه وأمه وجده وجدته بمنطق الزكاة ثم أن إنفاقه على هؤلاء واجب عليه صحيح فلا يجوز أن تعطي الزكاة لمن تجب عليك النفقة عليهم على ذكر النفقة والقضايا في المحاكم سمحت قضية مرفوعة في غاية الغرابة والدهشة رجل لا ينفخ عليه أولاده يعني شو بقى الشيطان كيف يسول له راح رفع قضية نفي نسب يريد أن يتبرأ من أولاده؟ يتبرأ من أولاده طبعا أنا ها أوريكم فذهب القاضي المرفوع أمامه هذه القضية هو الذي يتكلم يعني سمعتها منه شخصيا قال إن هذا الأب ذهب ورفع قضية نفي نسب وفي الآخر طبعا الشريعة الإسلامية بشكل عام توسع في إثبات النسب وتضيق في نفيه علشان الأعراض والأنساب وحفظها وكذلك هو لما ينفي النسب يعني صار أولاد حرام يعني؟ وباع عقوبة لهم هو بيظن هو يعاقبهم حتى لا يارسوا أي شيء منه طبعا القاضي رفض القضية وعرف بعد ذلك هذا الأمر يعني طبعا ممكن في هذه الحالة القاضي يتدخل فيأمر الأولاد بالإنفاق الكارثة أن هناك بعض الصور وأنا يعني على الأقل أعرف بعضها أن بعض الرجل يكون غنيا وثريا فيأتي أبنائه يراودونه عن نفسه كي يسجل أمواله بأسمائهم يتنازل يعني من باب أنهم يريدون أن يعملوا فيسجل أمواله بأسمائهم هي بداية الخنل هي بداية المصيبة ثم يحرم بناته يسجل للأولاد الذكور ولا يعطي للبنات ثم بعد ذلك يجد نفسه ملفوظا فلا يلتفت له أولاده ولا يجد أحد يرعاه إلا بناته اللواتي حرمهن من حقه أنا أستغرب من الذي يشعر أنه بحاجة لأن يقسم تركته في حياته لماذا؟ خليه مهربنا قسمها وريحنا صحيح وليش تخلق مشاكل وتعمل؟ حتى العجيب أنه قال يقسمها بشكل شرعي كيف بشكل شرعي؟ الصن هي التركة إذا مات تقسم أما في حياته فهو مات صحيح لأنه ممكن تتغير الظروف ممكن يحصل حاجة هو مالك يفعل في ملكه ما يشاء حياته لو هو مثلا عجمته فتاة وتزوجها وخلف منها وهذول برضو بيطلع لهم الآن من التركة التي وزعها ساعات الأبب يظن أن بعد الوفاة سيحدث مشكلات بين أولاده ونزاعات تصل للقتل وكذا فقد تسول نفسه له هذا الهدس هناك ناس من حيث النتيجة ولياذ بالله يعترضون على الله في أحكامه يعني الذي يحرم البنت من الأرث طبعا حرام يعني هو يظن نفسه أحكم من رب العالمين من أسباب البر أن يعدل الرجل بين أولاده بالحديث الصحيح أن بشير بن سعد تزوج عمرة بن ترواح وكان له منها أولاد ومنهم النعمان بن البشير رضي الله عنهم أجمعين فأعطى ولده النعمان أرضا وهو ابن عمرة بن ترواح وهو عنده أولاد من غيرها تقق هذه المرأة يعني الأصل أن تفرح فقالت والله لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعطي ولدي عندك أولاد وإن كانوا من زوجة أخرى لا أرضى حتى تشهد رسول الله فذهب البشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربعا هي خشية من العواقب لأن العواقب ستكون وخيمة بالتأكيد فقال يا رسول الله إني نحلت ولدي النعمان أرضا فأبت أمه عمرة بنت رواحة حتى أشهدك فقال أعطيت ولدك كلهم كما أعطيت النعمان قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور يا سلام فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور متبره جورا غلم سلام قال له أتحب أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم قال فاعدل بينهم لكن في الحالة لأنه كان مساء من الواد فاعدل بينهم صحيح فالأصل هو العدل بين الأولاد قال فاعدل بينهم الآن العدل شيء غير المساواة العدل أن يعطي كل إنسان ما يستحقه من حق وما يحتاجه دون ظلم للآخرين الفكرة المهمة أن لا يشعر الرجل أولاده بالتمايز بينهم بل بالعدل بينهم لذلك من أراد أن يبره أبناؤه فعليه أن يعدل بينهم قال أتحب أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم قال فاعدل بينهم لذلك لما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أحد الولاء فوجده يقبل أولاده الزكور ويبعد ابنته عنه يعني يأتي أولاده يقبلهم ويجلسهم في حضنه ويبعد ابنته فقال له عمر أنت معزول قال يا أمير الممين قال رجل لا يعدل بين أولاده لا يعدل بين الرحية مبدأ العدل عنده غير موجود رجل لا يعدل بين أولاده لا يعدل بين الرحية وورد في الحديث سووا اعدلوا بين أولادكم حتى في القبل فالعدل هو أحد أهم مقومات أو أحد أهم أسباب بر الأبناء بالأباء أن يعدل الرجل بين أولاده المشكلة عندما يأتي رجل يظلم أولاده يظلم بعض أولاده لصالح البعض يظلم أولاد بعض أولاده لصالح بعض أولاده الآخرين يظلم البنات الإناث لصالح الزكور يظلم أبناء الزوجة القديمة لصالح أولاد الزوجة الجديدة هذا كيف يكونوا آبارين به؟ لكن من صور العدل أيضا في هذه النقطة أنه أنا كوالد إذا زوجت عددا من أولادي بمالي أنا الخاص ساعدتهم كذا في الزواج وفي الاستقلال وفي البيت والأثاث إلى آخره وبقي بعض أولادي ممن لم يتزوجوا لا مانع أن أخصص لهم بعضا من المال كما يعني خصصت الأخذين كما أعطيتهم ولا يجوز للإخوة الذين آخذوا وتزوجوا أنهم يجدوا في أنفسهم أو يحزنوا أو يكرهوا هذا الذي خصص له خصصت له أنا كوالد هؤلاء ولذلك يحكى في الأثر أن بنت رجل كانت ذريته بنات ونوى أن يزوجهم بالترتيب الكبرى ثم التي تليها ثم التي تليها إلى آخره فالكبرى رفضت أن تتزوج حتى تبر برا بأبيها يعني تظل معه لتقضي له حاجاته وتخدمه إلى آخره فتزوجنا جميعا البنات وبقيت هذه الكبرى وجاءت ساعة الوفاة فقال للأب لبناته جميعا بعدما جمعهم أن أنتم خصصوا الجزء الفلاني لأختكم وفاء لها وبرا وأنتم قد أخذتم ما يكفيكم من الجهاز ومن تجهيزات الزواج وكذا وتركوا لهذا الشيء وبعدما مات الرجل رفض البنات أن يتركنا شيئا لأختهم الكبرى فقالوا وطبعا البيت كان بالإيجار والبنت جاء صاحب البيت والترك قسمت ورفض للأخوات أنهم يدوا لأختهم شيء يعني زيادة عن الميراث يعني حقها في الميراث الطبيعي وجاء الرجل اتصل بالبيت فقالت له اتركني شهرا فقط حتى أدبر أمري وأبحث عن سكن آخر أخواتها لهن من يعولهن أما هي ليس لديها من يعولهن لا ليس لديها من يعولها فأمهلها الرجل وفي يوم من الأيام رنع الهاتف فردت فعرفت أنه صاحب البيت فخافت أن يقول لها يا الله سيب البيت اترك البيت فقالت له أخشى أن تقول لي اترك البيت فقال لها لا بل هذا البيت يعني هو ملكك وأنا قد سجلته باسمك وأنا أريدك زوجة لي إن أردتي في هذا البيت فعوضها الله تعالى خابلت بالزوج منه وعوضها ببيت كامل وبزوج صالح بزوجة صالحة عن الله العظيم هو الإنسان إذا أحسن ويبتغي وجه الله تعالى لن يتخلى الله عنه بالزبط ولو بعد حين يعني صحيح وما يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسر وما يتوكل عن الله فهو حسن في إطار البر يجب على الرجل أن يعين أولاده على بره إذن كما نأمر الأبناء ببر الوالدين علينا أن نأمر الآباء ببر الأبناء لذلك عندما جاء الرجل يشكو إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا أمير المؤمنين إن ولدي عقني فمباشرة دعا عمر رضي الله عنه وأرضاه الولد قال له ما تقول فيما يقول والدك قال يا أمير المؤمنين ما حق الولد على أبيه قال حقه أن يختار أمه وأن يحسن تسميته وأن يعلمه القرآن قال أما والله إن والدي اختار أمي امرأة مملوكة وسماني جعل خنفساء جعل معناها خنفساء يعني ما وجد اسم أفضل من هذا الاسم وسماني جعل وما علمني حرفا من كتاب الله فقال عمر رضي الله عنه للرجل قد عققت ولا ذكاء قبل أن يعقق طبعا ليس هذا إذا قصر الآباء في تربية أولادهم هذا لا يبرر لهم العقوق ولكن هذا يجعلنا نتفهم لماذا يحدث العقوق يعني الأب الذي يحسن تربية أولاده يرتجى أن يكونوا برين به فلذلك من أفضل ما يقدمه الأب لأولاده أن يعينهم على بره لكن هذا البر المطلوب بالوالدين لابد أن يكون مقيدا أيضا يعني هو مقيد بألا يكون فيه عدوان أو اعتداء على حقوق الآخرين ذلك كل البر غير الطاع آه في قصة مشهورة تروى عملا موسيقى 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 موسيقى